مرحباً فيكم أحبابي سنتكلم اليوم عن قصة إسلام أعظم قائد في التاريخ قبل أن نبدأ أرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وهياً لنبدأ بعد غزوة الأحزاب حست قريش أنها أنهزمت مما جعل البعض منهم يفكر في الأمر بالذات خالد بن الوليد وعمر بن العاص إن هذه الأحداث لم تكن بمحض الصدفة وأن الله يحمي رسوله ونحن رجعنا مهزومين لم نرجع بإرادتنا بل هناك تدخل إلهي وإن دين محمد سوف يظهر بالنسبة لعمر بن العاص كان بين أمرين إما أن يسلم أو يذهب إلى الحبشة فاستقر به التفكير أن يذهب إلى الحبشة وقال لقومه قبل أن يذهب أرى أن دين محمد سوف يظهر فتبعه نفر من قريش في رحلته أما خالد كان ضد الفكرة فجلس في مكة لكن كل الأحداث لم ينساها خالد وبدأ يتيقن أن محمداً منصور من عند ربه طبعاً خالد رجل عسكري من صغره ترب على القتال والفروسية كما أنه كان ذكي وكان غير مهتم بالأصنام وعبادتها كبقية قريش فبعد غزوة الأحزاب بدأت تتشكل قناعة في داخله أن محمداً على حق كان لخالد أربعة إخوان منهم الوليد بن الوليد الذي أسلم قبل خالد بمراحل يقول خالد ما حصل موقف بين قريش ومحمد إلا انتابني شعور أن محمد على حق وزاد هذا الشعور لديه بعد موت أبيه وفي صلح الحديبية كان محمد وأصحابه محرمين وقلت اليوم سأقضي على محمد وأصحابه فجأة إذا بمحمد وأصحابه يقومون للصلاة كانت صلاة الظهر كلما أردت الهجوم كأن شيء يمنعني انتحت جاء وقت صلاة العصر قام محمد وأصحابه يوصلون فقلت الآن أقضي عليهم لكن راودني نفس الشعور كلما هممت بالهجوم هناك شيء يمنعني والذي زاد الهم أن قريش صالحت محمدا يقول خالد فقلت لا داعي أن أقى في قريش ولكن أين أذهب أذهب إلى الحبشة وأقيم فيها ولكن أيضا هناك مسلمون من قوم محمد أذهب إلى هرقل وأخرج من ديني إلى اليهودية أو المصراني وتلحقني الذلة والعيرة كل حياتي أو أقيم في داري وأظل مع هذا الشعور فقررت أن أبقى في داري إلى أن جاء محمد وأصحابه للعمرة بعد سنة من صلح الحديبية كان أخي الوليد يبحث عني في كل مكان لكن لم يجدني مرت ثلاثة أيام وعاد محمد وأصحابه إلى المدينة وإذا برسالة تصلني من أخي الوليد مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ومثل الإسلام يجهله أحد قد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك فقال أين خالب؟ فقلت يأتي الله به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثله جهل الإسلام أولو كان جعل نكايته وجده المسلمين على المشركين لكان خيرا له ولقدمناه على غيره فاستدرك يا أخي أقد فاتك يقول خالد بعد هذه الرسالة تغيرت حياتي وعرفت خطأي وأدركت الشعور الذي كان ينتابني فجلست أفكر وننت عقلي مشغول بهذا الأمر فحلمت أن ينتقل من مكان ضيق وجف إلى مكان واسع وأخضر فأفقت من نومي وقلت أن هذه رؤية وعزنت وأقتنعت تماما أن أذهب إلى المدينة وخرجت إلى بطن مكة وأنا في الطريق فقابلت صفوان بن أمية فقلت له إن محمد ظاهر على العرب والعجم فقال صفوان ورب الكعبة لو لم يبقى رجل في مكة غير ما تبعت محمد فيقول خالد فتركته وقابلت عكرمة بن أبي جهل فقلت له ما قلته لصفوان رد عكرمة نفس رد صفوان فتركته وذهبت إلى داري أخذت زادي فلما ركدت على بعيري إذ بعثمان بن طلحة فقلت له ما رأيك نتبع محمد فقال عثمان والله إن هذا زادي وهذه راحلتي خرجت قاصدا المدينة أسلم فانطلقنا خفية ونحن في الطريق إذا برجل من كبار القريش وكأنه نيم فنظرنا إليه فإذا هو عمرو بن العاص فسلمنا عليه وسألت ألم تكن في الحبشة؟ ما الذي أخرجك في طريق المدينة؟ فقال عمرو بن العاص أخبرني أنت يا خالد ما الذي أخرجك؟ قال خالد ذاهب إلى المدينة كي أسلم فقال عمرو بن العاص الله ما أخرجني إلا الذي أخرجك يقول خالد فتوقفنا خارج المدينة كي نغير ملابسنا ونقابل النبي بهيئة حسنة والمسلمون قد أوصلوا الخبر للنبي بقدوم خالد وإذا أخي الوليد يستقبلني وهو مستكشر ويقول أدخل على النبي فدخلت على النبي وهو مبتسم فوقفت آمامه وسلمت عليه وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير فقلت يا رسول الله قد رأيت ما كنت أصنع ادعي لي كي تغفر ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله وقال ربي اغفر لخالد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل الله هذه كانت قصة إسلام خالد بن الوليد أعظم قائد في التاريخ موسيقى شكرا